طيب كهرباء موقف كهرباء معقد بعض الشيء. انتوا عارفين طبعا كهرباء سافر ببرتغال وبرتغال رجع على النادي الاعلي والزمالك اشتكاه وفي الاخر المحكمة الرياضيات الدولية اقرت يعني بعقوبة على كهرباء 2.2 مليون دولار وبتزيد لها فوايد دخلت الحزبة كده ايه دلوقتي في حوالي 50 مليون جنيه على كهرباء طبعا كهرباء يعني كان يعني عنده امل ان هو لو رجع النادي الاعلي يتم قصم الفلوس دي من عقده في المواسم القادمة يعني كان عنده شبه اتفاق ولكن كهرباء الان اقرفه اقولكم معلوماتي يعني كهرباء تم ابلاغه ان القصة بتاعت الفلوس دي قصتك عندك انت مش عندنا احنا لا نمانع في استكمال مشوارك في النادي الاعلي ولكن موضوع الفلوس يعني مش عندنا وده طبعا يعني حط كهرباء في موقف في موقف صعب وبتدأ كهرباء يدور يعني هل الافضل ليه ان هو يطلع على سبيل الاعارة وممكن عن طريق الاعارة دي ان هو يسدد الاول يسدد نص الفلوس ويقصت نص الفلوس التاني ولكن ما علمته من داخل نات الزمالك انه ليس هناك اي نية لدى مسؤولي الزمالك في ان هما يقصتوا غرامة كهرباء ان هما يقصتوا غرامة كهرباء وطبعا يعني انا بتمنى حل مشكلة كهرباء لان كهرباء العيب كويس جدا وما اتمناش ان نهاية يعني انه يبقى عنده مشكلة قد تؤدي يعني او تؤدي الى نهاية مشهوره كهرباء مبلغ كبير كانوا في 50 مليون جنيه محتاجة مش سهل ان انت يعني لازم يبقى فيه اتفاق بان هو يتم خصم الفلوس دي من السنين القادمة بالنسبة له او على الاقل يدفع نصف الفلوس ويقصت نصف الفلوس عن طريق قيمة تانية يعني عن طريق النادي اللي بيلعب له انه يخصم له الفلوس من سنتين او السنتين التلاتة اللي جايين اللي هما المليون دولار او المليون 1.2 اللي هما التانيين فطبعا يعني الموقف مش سهل بالنسبة بالنسبة القهرباء او الحقيقة الموقف غامض اللي محدش عارف كهرباء يبقى فين السنة الجاي كهرباء دلوقتي موقوف مش هيلعب هو طبعا بيتدرب مع النادي الاهلي ولكن اللي انا بقول لكم معلومات اللي عندي ان النادي الاهلي قال له لا موضوع الفلوس احنا ملناش فيه مش خصتنا انت اتصرف فيه انت اهلا وسهلا يرجع انت رعيب مفيد بالنسبة لك ما ادكك العقوبة دي عقوبة شخصية عليك مش عندنا مش عندنا عموما بتمنى التوفيق لكهرباء وهنشوف ايه هيحصل خلال الاسابيع القادمة لكن انا اللي اعرفه من جوا نادي الزمالك النادي الزمالك ماندوش اي نية لتقسيط الغرامة الموقعة لكهرباء اللي هي حوالي 2.3 مليون دولار دلوقتي النهاردة فيتوريا روي فيتوريا مدير الفاني المتخمنا اعلن قايمة لعبين المحترفين في المعسكر اللي هيبدأ من يوم 19 ليوم 27 هتخلاله مباراتين مبارات النيجر ومبارات لايبيريا